ليه يا ريتو كان جيد نادي الاهلي لانه النادي الاهلي لعبته يكاد يكونوا هم الوحيدين اللي ممكن تراهن عليهم ممكن اي لعبة تانية في مطشات مهمة تقلش في مطشات مهمة ما تتحملش مسؤولية في مطشات مهمة ما تقدرش ده كلامك كلام كابتين ابريم حسن بقى ده مش كلامي ده كلام ابراهيم اخر نسمعه قبل المباراة زائد ان انت برضو تعبك في الدوري وفي حتة المربع عشان تنافس تبقى موجود اولا ان امر واحد في المربع امر اتنين بتنافس على التاني والتالت انما لازعلك انك انت ما كانش فيه اصرار كانش فيه جدعان من مجموعة من اللعيبة كلها بصراحة فكان حالتهم ممكن اقل مرة شوف او اسوأ حالة كان فيها الفريق كله فريق ال 11 حتى بين الناس اللي نزلت فديلي كانت مزعلة اوى يعني ممكن تكون مش موفقة وتخسر او مش موفقة وتكسب وحسام التكلم معاهم في الماتشو وبين الشوطين وقلبه حاسس وقالهم انا يعني ممكن اه انت عاف اللعيبة المصرية للأسف اللعيب المصري مش مضمون بأمانة اللعيب المصري مش مضمون باستثناء اللعب المصري بصراحة بأمانة الله هو يعني مش هدى عليه يجيب لنا اللقطة اللي بقول فيه استثناء لعبت الأهل يجيبها كده خطفة يعني هو طبعا يستطيع ان يحكم كخبير لانه هو عاش وعارف حالة لعبت الأهل يعني انت بتقول اللعب المصري ما كانش في يوم النهاردة يعني مش بتتعود منه هزي الفصول البرد مش هو اللي يعمل مش هو اللي يعمل كده لانه لا يقرم بحد وقبل ما يغلس علي المهندس عدلي وقول لي ده مش كلام ده كلام واحد تونسي نشوفه مش كلام ميسكي نتكلم من بعد يقول لك اه ولا هدايا مصري ولا يقدر شنو المشكلة لانه ما يتقرنوش ممكن تقول لكلام هدايا يقول لك مش تردان ما نعمل رزموه في تونس تحب تحكي يا خينا كي نحكي على الاهلي تيموني نحب جماياتنا يقول هكاكا انا كأول رجعت كادي كتير سبورتي في السيستيس مع مصف السلامي اول كلمة قتلوا ان نحب كل عام ناخدوا عشرة في المئة بالأهلي بعد بعد عشرة سنين ولي كيف لانه شوف كورويا نجمونا على ماشنا ننخفو معهم ولا على فينال اما ما تجيبش تعمل ورابعض عشرة سنين كمية عملوا هما عليش هما تاول عشرة سنين تولى شوف قداش من فينال شوف قداش من لقب الاهلي رابين 2003 و2018 تاوخ دول القعب خاتر لكي بستركتيري مثلا انا خسرنا نهائي ضد النجم 2007 2008 عودنا لعبنا فينال ضد Vita Club دومي فينال مش فريق يقعد كل عام يلعب لك فينال ولا كل عام ولا يهز الألقاب رايزن ثم استابللتي كبيرة كي تحكي عن نظام هذي يريتو يقول لك لا هذيش يردين تكونش ناخذ من عنده اكسبيريونس وهو ولا غير ولا فلان يلعب لبرة خطرين نحكي على الأهلي على الأقل كيب كبيرة في العرب عنا ملعبية لعبت في الستي ولعبت في الارسنال وفي الاجاكس وعنا ملعبية لعب في برشا بلايس ويجمو كل حد يزيد حاجة من الإكسبيريونس عنده باش نكبره كبير استيسيز موش أما باش ناخذ على الأقل النغام اللي نحب ونصول له لأنه احنا طموحاتنا كبيرة أنا كبشيت وشفت قلت عنيك باش كنا ننقفوا معهم باش كنا ننقفوا معهم معنا موصفها فرازار أنه اللي كيب هذيك خلف الشيزاء القاب مع الأهلي لكن 60% منها هزين كثة كوبدافريك وربعضهم مع اللي كيبنسونال الجماعة حضاري أبو تريكا أحمد فتحي وأحمد حسن ومحمد شوقي كنتو تولير سيد معوق وشزمو معنا هم لعبية كبار هذوما 6-7 ملعبية نفس التير متع اللي كيبنسونال يزو 2006 كوبدافريك مالكيبنسونال يزو 2008 يزو 2010 هكذا يتحدثون عن النادي الأهلي عندما يغادروا وتبقى تجربة الأهلي عيشة جواهم بوهج خاص وكانها الأعظم في مشوار حياتهم التجربة اللي علمتهم يعني يتحدث عن نظام يتحدث عن الثقافة يتحدث عن السمرارية وقولك يعني هي دي اللي عايزين نتعلمها ننظر للنادي الأهلي وده النظام اللي عايزين نوصل يقولها أنيس بجلبان يقولها كابتن إبغايم حسن بعد ما يشي بالنادي الأهلي بكل هذه السنين وبكل الأحداث والمنعطفات صعودا وهبوطا في العلاقة بينه بالنادي الأهلي وجماهيره يقولها فلافيو جلبرتو يقولها كل من يعني ارتدى فنية النادي الأهلي وغدروا يقولها هني العجيزي يقولها شريف عبد فضيل كل واحد يطلع يتكلم عن النادي الأهلي إلا واحد أو اتنين أو تلاتة أو كتير في نفسهم غصة لأنهم ما نجحوش يكملوا في الأهلي يكملوا طبعا اللي هو بعد كده يعني هو في ناس خارج الأهلي بمشاكل بجراح مجريح الأهلي في مجريح زيما كان زماني الكابتن صالح ما هو لهم مجريح عندما تصل إلى النجاح من خلال السم ونظام صارم النظام أحيانا بيعور ناس في سكته اللي متقدرش تتماشى مع النظام أي فلا يتعور مش هيتسكر لك حاجة إلا اللي عنده ثبات بقى ويعترب بالحقيقة لكن كل الناس شوف كابتن مجد طول شوف أي كابتن أحمد حسن أي واحد مر عن نادي مش بالضروري السنين طويلة يدرك سر نجاح الأهلي إنه مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم هتقفل ولا إيه هتقفل لا ده أنا بابتدي طيب